حدث ذات مرة في احدى البلاد البعيدة الجميلة ان كان فيها قصر كبير وجميل وتحيط به مدينة واسعة سكانها طيبون كانت هذه المدينة غنية جدا فقد اتى اليها الناس من كل البلاد للتجارة وطلب الرزق حتى الجنود والحرس في القصر كانوا مرتاحين جدا لان بلادهم لم تتعرض لأي حرب منذ مدة طويلة لم يكن الجنود المرتاحين وحسب بل المستشارون ايضا فقد كانوا مرتاحين الى حد الكسل حتى في اثناء مناقشة امور البلاد ما موضوع نقاش اليوم ايها السادة اظن اننا سنناقش الاجراءات الدفاعية اذا ما شنت حرب مفاجئة اتوقع اننا سنناقش سبل تطوير الاقتصاد التجاري والزراعي والصناعي وانا اتوقع ذلك ننتظر وصول سيدنا الامبراطور بعد ذلك نقرر الموضوع الذي سنناقشه لنتحدث فيما يا سيد سيد الامبراطور حضرنا لنحاور سيادتكم في الخطط والبرامج الشهرية وضع الاستبلات على احسن حالا يا سيدي وضع الخزانة لقد بلغ صافي ارباح القطع الاجنبي حتى تاريخه حالة الجيش ممتازة يا سيدي كما اننا كل ما تقولونه غير مهم انظروا الي الان ألا تراحظون شيئا لباس جديد لكن القلب غالب حسن أخيرا انتبهتم دائما تفاجئون بألبسة جميلة ولا طريق إلا بك يا سيد الإمبراطور أعجبتكم الملابس كان إمبراطور هذه البلاد يحب الملابس كثيرا فقد كانت لديه ملابس جميلة عجيبة لا تخطر على بال إنسان حان الوقت لكي يغير سيدنا الإمبراطور ملابسه كان يغير ثيابه كل ساعة ولا يرتدي ملابس مغسولة وكان دائما يأمر بصنع ملابس جديدة ولم يكن شعبه جاهلا بذلك بل كان يتحدث به وهو معجب بإمبراطوره الأنيق هل تعلم أي لباس جميل سيلبسه إمبراطورنا في يوم الاحتفال الكبير؟ لا أعلم على وجه اليقين ولكنني سمعت من مستشار الملابس أنه سيلبس لباسا لا مثيل له في شرق الأرض وغربها وسيكون عجوبة رائع سأنقل هذا الخبر إلى كل من أراه في طريقي ها اللباس جميل إلى هذا الحد وأكثر لأن الحاجب قال للحارس إن مستشار الملابس قال إن هذه الملابس لا مثيل لها في جنوب الأرض ولا شمالها وستكون أعجوبة في عين من يراها أتلهف لرؤية الإمبراطور يلبسها؟ إنه رجل أنيق إنه على قدر كبير من الأناقة ولا يلبس إلا ملابس جديدة ها وهو أيضا مولع بالملابس الغريبة نعم وينفق الكثير صحيح أرجو المعذرة من أنت أيها السيد؟ حياطان مسافران يا سيدي مصادفة رائعة هذا يعني أنكما تصنعني الملابس؟ بل معظم ألبسة المشاهير من صنعنا يا سيدتي واثق من كلامك أيها الخياط تمام الثقة جئنا إلى هنا كي نصنع ملابس عجيبة للإمبراطور لكننا لا ندري كيف نوصل هذه الرغبة إلى أسماعه العزيزة الأمر سهل جدا وليس صعبا كما تتخيلان أيها الخياطان المحترمان والمطلوب قليل من التعب دلنا ماذا نفعل ولك جائزة اذهبا إلى القصر وقولا للحارس جئنا من أجل كذا وكذا والحارس يخبر الحاجب والحاجب يخبر المستشار والمستشار يخبر الإمبراطور كذا ما كذا هيا بنا إلى القصر إلى اللقاء توقفا اسمعاني لقد ادعيتما أنكما خياطان ماهيران آه بلى إذن أخبراني عن أنواع الملابس التي ستخيطانها تكلم من فضلكما هل تريدين أن تسمعي حقا؟ نريد أن نسمع ونحب أن نعرف كل شيء عن الإمبراطور أم ماذا يا جماعة؟ هيا نحن ننتظر سأخبركم إذن بسرعة بسرعة إنه لباس عجيب يراه جميع الناس إلا الأحمق ماذا أحمق؟ لباس لا يستطيع الأحمق أن يراه؟ نعم يوه السيد الذكي فهو لباس ألوانه زاهية وشكله جميل وفوق هذا لا يستطيع الأحمق أن يراه وليس الأحمق وحسب بل الموظف الذي لا يلائم وظيفته لأنه مصنوع من خياط تكشفه الموظف الذي لا يلائم وظيفته؟ سأشرح لكم بطيب خاطر أليس لديكم موظفون حمق لا يناسبون وظائفهم؟ ويعاملون الناس بفضافة؟ هيا تكلموا بلى لدينا يا سيدي وهم كثور هذا القماش الخاص لا يستطيع أمثالهم أن يرواه لذلك مهمتنا صعبة ودقيقة وقد تكشف كثيرا من الموظفين المزيفين الاحتيال يا صغاري صفة سيئة والمخادع يكذب على الناس من أجل أن يحصل على المكاسب من الآخرين أرحبا ماذا يريد السيدان؟ اسمع كذا وكذا قل للحاجب كذا وكذا وهو سيفهم جئنا من أجل كذا وكذا أنا سأفهمه بطريقة اسمع أيها الحارس المحترم نحن خياطان جئنا من بلادنا البعيدة إلى بلادكم الجميلة من أجل الإمبراطور وحكى المحتالان حكاية اللباس الذي لا يراه الحمق ها؟ لباس عجيب لا يستطيع أن يراه من هو أحمق أو غير ملائم لمنصبه ووظيفته؟ لباس لا يستطيع أن يراه من كان في رأسه خلال؟ لباس لا يستطيع أن يراه الموظف المزيف؟ لباس غريب جداً إنه غريب حقاً ها؟ سيكون هذا اللباس العجيب هو ما سأبتديه في المهرجان أفكارك رائعة ومفاجئة لا شك أن الجماهير ستفرح جداً حينما ترى هذه الملابس العجيبة على سيدنا ولماذا تضحك أنت؟ تخيلت يا سيدي ما سيرى الأحمق إذا ما لبست هذا اللباس؟ الأحمق لن يرى شيئاً هل تظن أنك سترى أنت هذا اللباس؟ عفواً يا سيدي هيا قل ما لديك ما رأيك أن نلبس الموظفين الكسالة من هذا القماش كي يصير أضحوك؟ أطلبا ما تشاءان فهذا اللباس العجيب سيجعلني أكتشف الموظفين الكسولين غير الملائمين لمناصبهم نحتاج غرفة هادئة ومنوالاً لحياكة القماش العجيب وخيوط الحارير ومسحوق الذهب وإلى خيوط الفضة وأحجار الزمرد والياقوت من أجل تزيين القماش لكما ما تريدان عليك أيها المستشار أن توفر للسيدين كل ما يحتاجان إليه لنسج هذا القماش العجيب طوأوا أمك يا سيدي أعدت غرفة جميلة هادئة لهذا الغرض ثم حمل إلى هذه الغرفة منوال الحياكة وأغلى خيوط الحرير ومسحوق الذهب والمواد الأخرى ثم بدأ المحتالان بصنع الملابس الوهمية سنضع مسحوق الذهب في الكيس في الكيس نجحت الخطة لقد صدقونا بسهولة أغبياء هيا لا تتوقف يجب أن تعمل باستمرار علينا أن ننجز القماش قبل المهرجان ثم نأخذ الأموال ونهرب بعد أن نقدم إليهم الملابس الوهمية الأموال تذكرني بالطعام إنهما ينادياننا أنا قادمة من فور يا أظم خياطين في العالم ماذا يطلب السيدان؟ إننا نشعر بالجوع الشديد أيها الخادمة لا تحضر طعاما متواضعا لأننا لا نستطيع إنجاز العمل في موعده المحدث إن لم نأكل طعاما فآخرا حاضرة نجمع الأموال في الكيس لنأمن التفليس كان يجمعان الأموال والخيوط الحريرية الغالية للهرب بها بعيدا عن البلاد أما الإمبراطور فكان يتحرق شوقا لرؤية الثوب طريفة جدا قصة هذا اللباس العجيب فبه سأكتشف الأحمق وصحيح العقل إذن لم تنتهي الملابس حتى الآن وهل تحسبون أنها ملابس عادية حتى ينتهي العمل منها بهذه المدة؟ أرجو أن ينتهي منها قبل موعد المهرجان لا قلق من هذه الناحية لا أستطيع الانتظار إنني أتمنى أن أراها اليوم يجب أن يكون في إمكانك رؤيتها ألم تسمع بأن الحمق لا يمكنهم رؤية هذه الملابس؟ احفظي سادك يا رجل هل تخصد من وراء كلامك أنني حمقاء يا هذا؟ كنت أمزح يا زوجتي ومع ذلك أخشى أن لا أراها وأذا لم أستطع رؤية الملابس فهل تعرفون ماذا سيكون عندها؟ سأصير أضحكة على فن كل الناس في المدينة موسيقى 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 مهمة صعبة جدا لا أدري لماذا يحب الامبراطور الملابس ها؟ هناك شخص قادم إلى هنا لنعمل نولني المكوك الذهبي هل انتهيتما من صنع القماش أيها السيدان؟ بالتأكيد انتهينا وبدأنا بتفصيله يا سيدي دعاني أنظر هيا وزن سيرى المستشار القماش حاضر هل القياس مناسب؟ لا أرى شيئا نعم لا أرى شيئا انه جميل أليس كذلك يا سيدي المستشار؟ والوانه زاهية ولمعة عن أي قماش يتحدثان؟ أيعقل أن أكون أحمق؟ هل لدى سيدي المستشار أي تعليق؟ يا إلهي الحقيقة المؤكدة الآن أنني أحمق سأكون أرفقة الجميع من العامة والخاصة ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ لقد تجمدت أطرافه ماذا سيفعل بعد أن أسأله السؤال التالي؟ ما رأيك في تناسب الألوان الأحمر والذهبي والأسود؟ تناسب الألوان؟ رائع جدا وقد طرزنا ثلاثة طيور زرقاء تحمل أزهار صفراء في فمها إنها جميلة أم أن لسيدي رأيا آخر؟ ذوقا رائعا وخيالا مبتكر عفوا سيدي المستشار نريد طلبا صغيرا منك وما هو؟ نريد أن نحيق مزيدا من القماش العجيب لذلك نحتاج إلى قدر كبير من خيوط الحرير ومسحوق الذهب سأرسل لكم ما تطلبان لحظة سيدي ماذا هناك؟ جيد أنك أنت الذي أتى إلى هنا لأنه لو جاء مستشار أحمق لما رأى بعينيه روعة القماش وجماله معك حق سيدي الإمبراطور رأيت القماش رأيت شيئا عجبا شاهدت القماش بعينيك؟ نعم يفوق الواصل أسود مخطط بالأحمر والذهبي وعصافير الزرقاء تحمل أزهارا صفراء جميل جدا القماش مخطط بالذهب اختيار هذه الألوان يدل على ذوق رفيع ومرسوم عليه طيور زرقاء تحمل أزهارا صفراء هذه شهادة كبرى للسيد المستشار الأول فلو لم يرى القماش لكان عليه أن يتنحى عن منصبه يا إلهي ساعدني لأنني إن لم أرى شكل اللباس فلن أبقى مستشارا ماليا لسيد الإمبراطور وسأكون عند إذن أضحكة الناس ومصدرا لسخريتهم لم أشعر بمثل هذا الخوف من قبل تفضل الباب مفتوح عفوا جئت في وقتك لقد أشرفنا على النهاية يا إلهي أنا لا أرى شيئا مما يتحدث لم تطن رأيك في الملابس اقترب قليلا وعينه جيدا يا سيدي يبدو رائعا انظر إلى القبة المنتفخة أليست جميلة بلى واللون جميل أيضا أشرت إلى أمر مهم اللون الأخضر حول العنق يمنح الشباب والنظارة والتألق أصبت في قولي مع أنني لم أتمك من رؤية شيء أنهينا خياطة المعطف لا ينقصنا إلا أن نخيط السراويل الجميل هل تستطيعان الانتهاء قبل المهرجان؟ نعم مئة في المئة هذا رائع سأزف هذه البشرة إلى سيدي زف يبدو أنني أحمق فلا ما استطيع أن أرى قطعة واحدة من الملابس الجديدة ماذا سأفعل؟ إذا قلت الحقيقة فسأكون أحمق في عيون الناس وأن لم أقل الحقيقة فسأكون كاذبا أمام نفسي كان الامبراطور يرسل المستشارين لفحص الملابس العجيبة وكانوا يعودون ليحدثوه عن روعته وجماله وأناقته وكأنهم شاهدوه حقيقة وأخيرا أحضر المحتالان اللباس الوهمي إلى الامبراطور سيدي أحضرنا إليكم الملابس العجيبة ها هي ألقي نظرة إن الخطوط الذهبية الحمراء جميلة والقبة الخضراء المنتفخة لباس جميل حقا الجميع يرونه إلا أنا هذا مستحيل ما هو المستحيل يا سيدي؟ مستحيل أن تنتهي في هذه المدة من أجل عينيك يهون المستحيل هل يتكرم علينا سيدنا ويلبس هذه الثياب؟ أي ثياب؟ أنا لا أرى شيئا ما هذه الورطة؟ ماذا سأفعل؟ ستلبس أولا هذا القميص الناصع البيض سنساعدك على ارتداء ملابسك حسنا ستساعداني ولكن أولا يجب أن أعلم متى وكيف وماذا الوقت لا يكفي فالمهرجان سيبدأ سنلبس حالا لا بد أن أتظاهر بأنني أرى اللباس العجيب لا أريد أن يعلم الناس أنني أحمق ويكفي أنني علمت ذلك عن نفسي والآن تفضل يا سيدي شكرا تلك اليد بالعكس من فضلك يا سيدي حسبت أن أزرار القميص من الأمام جيد إذن دور هذه اليد هذا صحيح الإمبراطور ذكي جدا يا إلهي يرى اللباس بعين ثاقبة جاء الآن دور هذا وأي يد تريد الآن السراوين لا تحتاج إلى اليدين يا سيدي أجل كنت أمزح إلبس إلبس كيف وجدت السرج أهوى مناسب أحسدك على هذه الالاقة شكرا لك أيها الفنان هذه أجمل ما صنعنا شكرا لكم أيها الخياطان وبدأ المهرجان الكبير وخرج الإمبراطور إلى الجماهير في موكب ضخم وهو يظن أنه يرتدي اللباس العجيب ويبتسم للناس لقد نجحنا يا صديقي العزيز أصبحنا من الأثرياء لأن معنا من الخيوط الحريرية ومسحوق الذهب ما يكفينا حتى آخر العمر يجب أن نخرج من البلاد بسرعة إذن اضرب الحيس أنا أكثر ضعف الخيوط ومسحوق الذهب سنعود كما كنا هذا إن نجونا لقد خسرنا كل شيء يا صديقي ما هذا؟ لا أرى أي لباس على الإمبراطور قال لي حارس القصر إن اللباس أسود مخطط بالأحمر الذهبي لا أرى شيئا سأتظهر كأنني أراه أليس لباسا رائعا؟ أجمل مما كنت أتخيل ألف مرة لم أرى ملابس بهذا الجمال من قبل معك حق لم أتوقع أن أرى ملابسك هذه وأنا كذلك لم أتوقع هذا قبل ظل سكان المدينة يتحدثون عن لباس الإمبراطور العجيبة وكأنهم يرونه مع أنه لم يكن عليه شيء من اللباس في الحقيقة ماذا؟ ها؟ ها؟ لماذا لم ترتدي ثيابك قبل أن تخرج؟ ها؟ انظر إلى نفسك يا عمي ماذا؟ لماذا لم تطلب إلى أمك أن تلبسك ثيابك؟ ها؟ انتبه على نفسك ستصاد بالزكان هذا طفل لا يعرف الكذب أنا لا ألبس شيئا إنها الحقيقة أنت أشجعون عنه الصبيل الإمبراطور عارا تماما خداة لأنني أحمق لقد كذبوا علي جميعا لقد كذبوا علي جميعا لقد كذبوا علي جميعا لقد كذبوا لألم لقد كذبوا علي العادي لقد كذبوا علي typically لقد كذبواabi اشتركوا في القناة